وبعد إلغاء معاهدة 1936 في 8 أكتوبر 1951 الأعمال الفدائية وصلت لزروتها في منطقة القناة وخاصة مدينة الإسماعيلية الشعب المصري عايز الاستقلال التام عن بريطانيا الفدائيين من كل أنحق مصر كبدوا قوات الاحتلال البريطاني بمنطقة القناة خسائر فادحة والعمال المصريين اللي بيشتغلوا في معسكرات الجيش البريطاني سابوا المعسكرات وقرروا ما يشتغلوش فيها والموردين اللي كانوا بيوردوا الأجزاء من خضروات ولحوم والاحتياجات المختلفة قرروا ما يوردوش أي حاجة لمعسكرات الجيش الإنجليزي اللي كان فيها حوالي 80 ألف زابط وجندي بريطاني وفي 16 أكتوبر 1951 الفدائيين حرقوا مستودع النافي بالإسماعيلية مستودع النافي ده كان بيمول معسكرات الإنجليز وده كان بعد مظاهرات من العمال والطلبة واتصعدت الأحداث والقوات الإنجليزية اعتدت على القرى وسقت كتير من أهل الإسماعيلية الشهداء لحد صباح يوم الجمعة 25 يناير 1952 في اليوم ده استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة ضابط الاتصال المصري وسلموا إنذار المطلوب أن قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية تسلم أسلحتها للقوات البريطانية وتسيب منطقة القناة كلها بدعوة أنها مركز الفدائيين المصريين اللي بيحربوا الإنجليز في القناة مأمور اسم الشرطة وضبطنا البواسل رفضوا وتم إبلاغ الإنذار لوزير الداخلية وقتها كان فؤاد سراج الدين باشا اللي أيدهم في موقفهم بالصمود وعدم الاستسلام للإنجليز الإنجليز حصوا اسم البوليس ومبنى المحافظة بالإسماعيلية كانوا حوالي سبع تلاف بين ظابط وعسكري محاصرين عدد ما يزيتش على 800 ضابطوا عسكري وأطلقوا نيرام ما دافعهم بدون توقف كانت معركة غير متكفأة صمت فيها جنودنا وما وقفتش إلا بعد ما الزخيرة نفدت خلصت الزخيرة من ضبطنا وجنودنا البواسل واستوشت فيها أكتر من 60 فرد بخلاف المدنيين في الشوارع والقرى المجورة لمدينة الإسماعيلية في الوقت ده كان موجود في مصر بطل التنس العالمي الإنجليزي فريد باري وده كان من أبطال التنس ومن أبطال جراند سلام وفاس ببطولة وامبلدون أكتر من مرة وبطولة رولانجاروس وأمريكا المفتوحة للتنس وإستراليا المفتوحة للتنس وكان مقرر أنه يلعب مباراة استعراضية في النادي الأهلي ولكن بعد استشهاد رجال الشرطة البواسل وأهالي الإسماعيلية على إيد الإنجليز تم إبلاغه بإلغاء المباراة الاستعراضية وكان برضو منتخب مصر لكرة القدم في الوقت ده الإنجليزي إدوارد جونز ودايما كان بيزور النادي الأهلي يتفرج على تدريباته لما جيدخل النادي المراضي عشان يشوف التدريبات ويقعد فيه شوية كاعدته أعضاء النادي ما قدروش يكتموا غضبهم من وجوده إزاي ده جاي النادي يقضي وقت فيه في الوقت اللي أولاد بلده الإنجليز بيقتله ولادنا المصريين في الإسماعيلية اللي بيطلبوا بحرية بلدهم إدارة النادي الأهلي بعتت لمستر جونز اللي يقوله وجودك في النادي غير مرغوب فيه وفريق كرة القدم في النادي مش هيتعاوم معك موقف في غاية القوة من أعضاء النادي الأهلي وإدارته موقف معتاد بيتاخد من جير تفكير لأنه بيستند لقرس تاريخي طويل من المواقف الوطنية مواقف زرعة داخل أعضاء النادي الأهلي وجمهوره مواقف زرعة داخل أعضاء الأهلي وجمهوره الحس الوطني وعشق الوطن وبسبب السمود الكبير لرجال الشرطة بالإسماعيلية أصبح يوم 25 يناير عيد الشرطة المصرية سنة 1952 شهدت الزيارة الأولى لواحد من أهم الشخصيات اللي أثرت في قلوب الأهلوية وكتبت اسمها بحروف من نور في تاريخ النادي الأهلي طبعا عارفين مين الشخصية دي ولا مش عارفين لو مش عارفين حنعرفها لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا